السلام و شرعكم شاء الله كامل تكونوا بخير و بصحة جيدة معكم ايمان حمدي و مرحبا بكم معايا اه في قناتي اليوم اه جيت نشارك معاكم وصفاتي على البورجر اه مع خبز البورجر يجي محمر يجي بالصف خفيف اه يجي هكدا شغل كيما ليبانج اه يجي هايل انا عجبني خير منتع الزنقة اه انا ولادي موتوا على على لزنبورجر وما كشكي ما حاجة ديروها في الدار هكدا يا بيديكم اه وصفة اكتر من رائعة حنشارك معاكم جامع اسرار البورجر اه اللي نعرفهم اه نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى علي افضل الصلاة والسلام ونروحوا مباشرة للمقادير وطريقة التحذير هنا عندي اه ستميات جرام تعفارينا اه اه وبالكاس اللي تحب تكيل بالكاس تعمر ربعة كيسان تعميتين اه وعشرين ميلي لتر ربعة كيسان معمرين وممسوحين درت هنا يا مغرف كبيرة تعا خميرة الحلويات يعني تقريبا باكي مغرف سكر كبيرة ومغرف كبيرة تعا خميرة الى كنتوا في السخانة الى كنتوا في الشتاء ديرو مغرف كبيرة ونص عندي مغرف صغيرة تعا الملح اه انا درت مغرف كبيرة تعا لحضارة هي يعني يعني على الكوتي لشتو هادرتها ديركت مع الفارينا اه ونضمها بالحليب يعني تقدروا تستغناء عليها عادي لما عنداش لحدة سيبالبين تحير اه خلط المكونات يعني للنشفين ودرت حفرة في الوسطة حندير حبات على البيض وعندي هنا يا حليب دافي اه تقريبا بحليب هنا واحد الميتين وخمسين حتى الميتين وتسعين ميلي لتر حليب دافي تقدروا تديرو تخلطوا الماء مع الحليب حليت يعني هذيك البيضة مليح مليح في الحليب ونبدأ نطم اه في العجينة تاعي حتى نتحصل على العجينة تكون طرية متلاسقة ماشي سائلة لازم تكون شوفوا الطرية في نفس الوقت العجينة شدش فيها روحة علاش لو كان ديروها طرية بلزاف صح يجي خفيف ويجي يجي هاي اللي يجي فارغ من الداخل بصح يجي متلوق يجيكم الحباكي تخمر في السنواء يجي يجيكم حابط ما يجيكم ش طالع بياه ولما تطريتوش العجينة يجيكم الخبز تقيل على بيها لازم العجينة تكون طرية متلاسقة ماشي جارية هنا راهي تتلاسق يعني ملب الرافيد دي بصح الداخل يعني قلب العجينة حسيت وما زالوا قاسح على بيها زيت شوية حليب وننطم فيها هذا مكان ما تعجنوها ما تكسروا راسكم اللي عندها البتخام مل أحسن طمها بالبتخام هلا هنا ننلم فيها برك كي ما شتوني ما درتش فيها الزيت في الاخير راح نضيف لها بالمارغارين هنا راشي طبق يدي بشوية فارينة يعني نحيت هدك اللي كلاس قفية دي وعندي هنا يا زوج مغارف كبار مع ممارين مليح تعمار غارين تقريبا من مياه حتى المياه وعشرين نديروش كتر إلا درت ورط الفارينة ديرو مئة قرام أنا كي درت ستمية قرام زيت شوية زيتدك العشرين قرام تروح لكم ميلة اللي دخلوا فيها بيان هديك المارغارين تشوفوا تعاود تشد روحها ممكن تخمر مراهج رايحة تقعد تلسقها هكذا يا إلا لسقت لكم بزاف يعني في ديكم هكذا ولا في سطح العامل رشوها غير برشات عفارينة مالا دوك تشوفوها هنا كين طمها هنا يحبطها في سطح العامل باش نشوفو إلى دخلت لها بيان المارغارين لازم هديك المارغارين تتوزع مليح في العجين مالا شوفو شوفو القاومتها كيفاش عامل طرية بتتلسق في ديكم شوفو بصح تلسقط عاود تتنحو هلا هنا يا كورتها برك هدا ما كان وراني رايحة نخليها تخمر بعقلها حتى يتضاعف الحجم التحة درتها هنا في غي سيبيوم الدهون بشوية بركتع زيت زيت تدهنت لبتشتحها هكا بها دك الزيت لي في كان في يدي يعني ما ديروش كونتيتي كبيرة غطيوها بكيس غيدائي وخليوها تخمر حتى يتضاعف الحجم التحة شوفونا لغي سيبيوم بكتعي بزا فغة مقعلة بها ما يشتبان مليح ما يقلبته لكم وشتوها الضاعف بها الحجم التحة نحبطها هنايا ونقسمها هنايا لي حديرها اللعشاء من الأحسن توجدها الصباح وتخليها تخمر في الفريجيدر تخرج لها يعني نتيجة أحسن يتجيب الزف هاي لكي ما تعرفوا الخميرة كيتخمر في الفرواخر من الخميرة اللي تخمرت في الشو هنا قسمتهم شكلتهم كورات أنا ما نحبش البورجر كبير كبير بزاف ما يبنش كامل فيه الحشو ألو هنايا شكلتهم كورات قريبا خرجوا لي 12 كورة كي وزنت واحدة لقيتها 100 قرام ليحبوهم شوية كبار يقدروا يديروهم حتى المية وعشرين قرام من 100 حتى المية وعشرين ويجوا يعني 100 قرام يجوا كبار ماشي ماشي صغر يكون حبا يشبع هنا كورتهم بشيبان ولكم ونبدأ نشكل فيهم والا نجيب اللولانيين هادوك نحلها هكا بيدي نبسطها ونغلقها كي ما لكوا تشوفوا ونخلي فيها ثراغل داخل تعلهوا يعني هادا سر من اسرار نجاح البورجر والا نعاود لكم هكدا يبش تفهموا متديروهم مش هكا دي عكتوهم في السنواء عاودوا يخمروا شوفوا حلوهم وعاودوا طموهم وخليوا فيهم الداخل لهوا هكدا بش يجي البورجر بتاعكم خفيف وفارغ من الداخل ويجي يعني طالع انا كملتهم كامل بنفس الطريقة تحبوا ديروهم هكدا يا اه على شكل بورجر ولا تحبوا ديروهم على شكل ميني اه ساندويتش يعني يديروا نفس الطريقة اه هنا ما يدرتهم في سنواء وشنو لازم تسيباريوهم بعدوهم هكدا يا على بعضاهم اه وديروا لهم من تحتا ورق اه الطهي هادو مع بركة ندرت لهم هاد لي سرسوا يعني مشي كامل نص طيبتهم اه وحدهم ونص درت لهم اه هاد لي سرسوا زع ما بشي اه يجوني طالعين كتر قولوا يخمروا بالعرض يروحوا يخمروا بالطل اه بالصح اه يعني صراحة نقول لكم ما من الاخطاء نقول لكم عليهم صح طلعوا وجو شابين دوكنوا ورايهم لكم من بعد بس صح لسقولي في السرسوا هاداكي بوختون دهنتهم يعني مدهو دهنت هاد لي سخصوهم مرفع نخدم بيهم اه 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 لغم الاحسنتو ما مديروهمش جو شابين وجو طالعين مي لسقولي وعدبوني شوية باش نحيتهم والاخرين جو شابين خير دي درتهم اه وحدهم اه هناكي ماشتوني عندي صافار بايدا درت لها واحد المغرف صغيرة تاع حليب هادا ما كان ولا ديرو زيت شوية جلجلان من الفوق ليهم يخمروا هكدا حتى يعني يعودوا يطلعوا بيا باش تروحوا طيبوهم في فرن مسخن على اعلى درجة ديروهم في الوسط وعسوهم اه كي يحمروا يعني ملتح لي طيبو يزدوا يحمروا شيء من الفوق شعلوا لهم من الفوق ياخدوا تحميرا وخرجوه شوفوا هادو ما اللي درت لهم لي سرسوا كيفاش جاو جاو نشية بيودة فليكوتي باح كونت خهادو لي طيبتهم وحدهم جاو خير وجاو محمرين ملح من في الجوانب يعني تحمروا لي ببيان جاو هاي لنما من لو انتحهم جاب السف شباب تحمروا ببيان انا نحب يعني الخبز محمر ملح خليوهم يبردوا ديروهم في نحيوهم بسنيوه ديروهم في طرشونا غطيوهم خليوهم يبردوا بشي طراو يولو طريين شوفو شوفو شحل خفيف وهنا ما زالوا سخون من الاحسن خليوهم يبردوا ملح هنا يا عندي شوية لحم مفروم لي حبي دير الجاج يدير درت له حبابت شوية ملح حبابصل صغيرة قطعتها بالموس يعني مربعات صغار وشوية فلفل اللي كحلو عندي واحد المغرف كبيرة هكا كونس تعزيت باش يجي الفيون داشي تاعي الطري لي حبي دير المعدنو سيدر لي حبي زيدي دير فستعتوم ايدر يعني انتو ما احرار انا هادا وش درت فيه نعجنو هاقدام ملح 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 ولشته شوية طري ديرو فري جدا لدو كتب الخفي عاود ايش يدروحو انا يا مدرتوش سوخ بلاس يعني خليتوش فيه فري جدا من بعد شكلتو بهاد طريقة شوفو خرجو لي ابي بخي 12 كيمال يعني كيمال خبس واسو ما تطيبوش فيون داشي تاعكم حتي طيب الخبس ولا البولي اشي ديرو انتو ما وش حبيتو تقدروا ما تديروش كامل اللحوم ديرو تقدروا ديرو الوسمو ديرو البيض يعني مشي الشرط البورج لازم فيه الفيون داشي ولا البولي اشي اقليتهم عادي شوفو كيفش تلقلي هنا يزيت حتى طعب يعني ببيان نقصدلو النار النار متوسط طعبش طيب ببيان داخل ونحيتو وهنا يا نروح ندير لهم الحشو ولا شوفو كيفش جامل داخل يجو مقطنين يجو يجو بزف خفاف يجو بزف طري هاد الخبز بنين على تعبرة انا كيفش جاتني لدي تاع البورجر شريت هادك الخبز تعبرة شريت ساشي نسيت ماوريته لكمش ام بعد كيف حليتو معجبني ش كامل هادك الخبز بن لي قديم وانا وليدي كنت برميت له بلي ندلو لازم بورجر ايا قولت ما لا يعني بسكو ما زال الحل نروح نديرهم هكدا ونشاركهم معاكم ما كشكي ما حاجة طيبوها بيديكم في الدار تكون جديدة تكون فريشكا سختو هكدا يالدراري صغار اهنا يا دار تميل تحت فخوماجة تختيني درت شلادة طماطش هنا الحشو اختياري ديرو بصل ديرو المخلالات اللي كورنيشو نديرووش حبيتو عندي هاد المايونس تعد دار واني درتها برك في البلالة هادي بسكو خلاصتلي فرغتلي شاركت معاكم هاد اليسوس اكتبوا برك في اليوتيوب بيخرجو لكم ونديرو البيونداشي تاعي اه انا مشي كامل درت لهم فيونداشي كاني مايحبش في الدار فيونداشي اه لو قدرت البيد بالبيد والوشلة دا والفرماج وجاو بزاف بنان زيت لهم هادو ما الكاغي تاع البورجر تاع كاي اللي درتهم انا يعني بالباتيت فولاي جاو بزاف بنان مايحبش في الصوماج درتهم فوق البيونداشي دي غاكتما بيد ما راهو سخن بش يدو بلي هادوك الفرماج زيت شوية اه لاسوس على المايونس من الفوق بش تلسق ليه في الفرماج ودرت لهم هادلي بيك مايحب زيتون هكذا بشي شدو رحم هادا ما كان والبورجر تاعي راهو واجد كاي اللي درتهم انا يعني بالباتيت فولاي جاو بزاف بنان مايحبيش نكتر عليكم ما لغا قلت ان نشارك معاكم اه نشارك معاكم غير هادو مات على فيونداشي انا دراري يعني ولادي يحبهم بلا فيونداشي وهذا هو شكل النهائي تحوم جاو بزاف بنان جاو طريين جاو خرم انتع الزنقة مايتشبعوش حاجة نقية درتوها بيديكم في الدار لولادكم يعني شوفوا الشكل تحوم بك اه اه يعني جاو ما شاء الله ان شاء الله هاتجربوا هاد الوصفة هادية وتنال اعجابكم وما تنساوش اه تصوروا وتخليوا نعطي طبيقاتكم اه ولا تشتركوا اه في القروب اه فيسبوك تاعي ولانستغرام انا نخلي لكم دايمن الروابط تحوم في صندوق الوصف اه ويشرفني اشتراككم اه رانا نحطوا فيهم مما وصفات مكتوبين وتطبيقات يعني الاعداء والمشتركات وما تنساوش الجامل الفيديو ونقلكم تبقاوا على خير